القوات المسلحة الجيش العربي وبحسب مصدر عسكري مسؤول قالت إنها تتابع بالتنسيق مع وزارة الخارجية خبر العثور على رفات يعتقد أنها تعود لجندي أردني استشهد في موقع تلة الذخيرة القريب من حي الشيخ جراح في القدس خلال المعارك التي خاضها الجيش العربي في الحرب عام 1967 بحسب مصدر عسكري مسؤول المصدر أكد أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة هوية الشهيد الذي عثر معرفاته على سكين وخاتم وخوذة وقناع غاز تابعة للجيش الأردني مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن هوية الشهيد وكافة المعلومات المتعلقة به من خلال الجهات المختصة